مش هتحس ان بوشتك مبتقشر التأشير مهم جدا بس ليه بريكورشنز معينة لازم يعني ليه ستابس ان احنا لو ما عملاش ستابس دي ممكن يحصل لنا سايد افك زي لو عملنا تأشير مثلا الكيميائي المتعرف عليه ممكن قوي يا نورين بعد ما بتعمليه بتروح البيت الدكتور يقولك تقودي أسبوع ما تتعرضيش لدوء ما تتعرضيش لشمس تتوشك يقشر لازم تحطي كريمات ترطيب عشان ما يحصل لكيش كيف ده تأشير طبيعي عندي كمان ان البشرة الجفة كتير مننا في مصر بيعاني من بشرة جفة وبتلاقي يا نورين البنات اللي في العشرينات بشرتها جفة بهتة ماينفعش تبقى البنت في العشرينات او بنت في التلاتينات وتحس ان بشرتها مكتوبة طبعا ده بيأثر جمد قوي لان البشرة الجفة بتعمل تجعيد يعني سريعة بشرة جفة يعني مفيش مية في خلايا بشرتي والمية أساس كل حاجة حية يعني كولوجين بتكسر بسرعة جدا وانس ان الكولوجين بتاعي تكسر ومفيش مية بتلاقي بنات في العشرينات للأسف بدأ يطلع لها الخطوط ويطلع لها تجعيد طب هالكريم بينكي بيعمل وقاية حلوة من التجعيد لان دايما دايما بقول التجعيد العميقة جدا وبقالها سنين وسايبين نفسنا لاغنى عن حقن الفيلرز واستخدام كريم بينكي مع الحق التجعيد العميقة ممكن انت عارفها ستات كتيرة جدا ما بتحبش تحقن بتخاف بقى من احيانا بيبقى فيه side effect لازم تبقى مركزة جدا من الدكتور اللي بحلها ولازم تبقى مركزة جدا في البروداكت نفسه براند ايه فتقولك لا انا مش عايزة احقن طبس انا عندي تجعيد عميقة يا دينا فبقولها كريم بينكي الانسب لانه بيحسن التجعيد العميقة بنسبة 60% ومش ممكن هتلاقي كريم بيقدر يحسن بالنسبة دي اه طبعا نسبة قوية جدا طيب اعمل ايه عشان اتفادى واخر جدا ظهور التجعيد العميقة ان انا استخدم كريم بينكي كوقاية من سن بدري وانس ان انا حتى لو ما ظهرش عليا تجعيد وما ظهرش عليا مشاكل استخدمته كوقاية في العشرينات ده حلو جدا اولا انت بتستخدم كريم انتي ايج مقاوم للشاخوخة بتستخدم كريم تغذية كل فيتامين سي و اي وزينك ومعادل بتستخدم كريم ترتيب في زبدة شيا وزبدة كاكاو وبتستخدم كريم تفتيح فيه عرقسوس وفيه توت بري وبتستخدم كريم انتي ايجينج كله مضادات اكسادة وبتستخدم كريم تفتيح انت بتعملي كل الستيبس دي في كريم بينكي فقط فدي حاجة مهمة جدا طبعا لو هتكلم ايه تاني مكونات تانية بتفيد انواع تاني من البشر المكونات التانية عندي لحاق الصفصاف لحاق الصفصاف بيعمل ترتيب حلو قوي لازم طول الوقت احافظ على مستوى الكولوجين لازم اعيد بناء الكولوجين طبيعي يقول لي طب ايه الاحسن يدينا لاستخدم كريم بينكي عشان يعيد لي بناء الكولوجين طبيعي ولا استخدم كريم قريدي فيه كولوجين انا من وجهة نظري الشخصية بحب الكريم اللي يحافظ على انتاج الكولوجين اشتركوا في القناة